كابتن عدل بسم الله الرحمن الرحيم بداية لازم كل أهلاوي يفخر بناديه ويبقى دايما باستمرار عارف أنه النادي الأهلي في منطقة تانية بعيدة خالص سواء محليا أو أفريقيا أو حتى قريا أن ريال مدريد 27 إحنا 24 يعني الأهلي اللي أخذ البطولة دي وريال مدريد ما أخذش كان الفرق بطولة واحدة علشان نبقى في المرحلة الكبيرة دي أي لما جئ مسلماني الحقيقة كان اختيار وزي ما أنا قلت قبل كده كان اختيار موفق جدا من الكابتن الخطيب ومن لجنة التخطيط ومن لجنة الكورة جئ على الودات كسب الودات رايح جاي وبعدين مقتنع جدا وعارف تاريخ النادي الأهلي كواس قوي حصل على كم من البطولات نفيش مدرب قبليه عملها وأعتقد من الحاجات اللي هي بتكتب في تاريخ النادي لأن دايما البطولات بتيجي عن طريق مجلس إدارة بيختار مدير فني مدير فني بيبقى معاه لعيبة وبرضو الإدارة بتختار معاه في اللعيبة كل العوامل دي بتتكاتف علشان توصل للمرحلة اللي انت بتوصلها في الفترة دي وعلى الرغم من كسافة المباراة اللي انت بتتلعبها وانا قلت مع حضرتك السنة اللي فاتت السلاية لعب تسعين ماتش في حد في الدنيا لعيب يلعب تسعين ماتش في دوري اللي قلنا السيتي اللعبين وهم بقى السيتي اللي بيلعبوا كل البطولات لعبين واحد أكتر واحد لعب ما بين واحد وستين لاربعة وستين مباراة احنا كنا معاديين حاجة وسبعين وفيه تلت أربع لعيبة معاديين التسعين منهم السلاية الكلام ده استنزاف لللعيب وكلام ده قبل البطولة العربية وقبل الأفريقيا وقبل تصفاك كس العالم فانت مع كل الضغط والكسافة دي ومع كل الأجواء اللي انت بتلعب فيها من برد شديد إلى حر شديد إلى ملاعب سيئة إلى ما فيش فار إلى الولاد لبعض الناس يعني ضغطين عن يوم جامد الولاد دول عملوا إنجاز ويعجاز مع الإدارة ومع جهاز الفني نعم ما فيش شك لكن الفترة اللي فاتت من 2019 لحد النهاردة النادي الأهلي في مؤامرة شديدة مؤامرة شديدة بيتضبر ليه والدليل على كده العناصر اللي هي بتوصل علشان تقود الكرة في مصر أولا ما بتيجيش بالانتخاب وبتيجي بطريقة مش مظبوطة ده قبل الاتحاد الحالي قبل الاتحاد الحالي وزي ما حضرك عارف أن أنت هل ممكن دولة بحجم مصر تديرها ساموراء أربع سنوات أربع سنوات لجان بتدير الكرة في مصر لجنة خمسية فاطمة سامور ولجنة سلسية مصر أم الدنيا اللي هي مأسسة للتحاد الأفريقي ما يبقاش فيه مجلس منتخب وبعدين خد بقى عندك قرارات كلها ضد المنتخب المصري ودد النادي الأهلي وضد الفرق المصرية لجنة الحكام بنشوفها قد إيه بتبقى متحملة جدا على المنتخب وعلى الرفرق المصرية وخاصة النادي الأهلي لجنة الحكام الأفريقية آه تمام هما ليه لجنة الحكام الأفريقية واللي فيها الأخر المصري عصام عبد الفتاح هو في اللجنة الأفريقي فكل العامل دي مع الكسافة العداء الكبيرة جدا في الكورة المشاة اللعيبة بتاعتنا بتلعبها وجهاز الفني بيلعبها كل الضغوطات ديت ومع ذلك ومع الاخطاء التحكمية اللي احنا بنشوفها والفار اللي احنا بنشوفه كل الأمور ديت ومع ذلك أنت ماشي في طريقك وبتحصل بطولات وأي حد هيحاول أن هو ينفسك زي ما حرك في المقدمة عايزه مش قادل من عشرين سنة علشان يحاول أن هو يقرب منك لأنك أنت دايما يعني 42 دوري المنافسة 12 أنت كاس عالم أندية عشرة الأندية اللي بتنفسك في مصر ما فيش أنت بتوصل 15 مرة نهاية كاس عالم بتاخد عشرة منهم وكانت ممكن تبقى الحداشرة اللي فاتت ريال مدريد عنده 27 بطولة قرية إحنا عندنا 24 أنت بيتنافس في كاس العالم للأندية ريال مدريد عنده أربعة كاس عالم أربعة مدريات دهب برشلون عنده ثلاثة دهب واحدة فضة الآلي عنده ثلاثة برمزية يعني الآلي نمرة ثلاثة في عدد الماتشات أنت أكبر نادي عنده عدد ماتشات أكبر نتيجة في كاس العالم للأندية تكسبان الاتحاد تكسبان الهلال أربعة عدد الماتشات أنت الأكثر فأنت في سماء وناس يعني يعني ماشية كده يعني على الأرض بعيد عنك تماما فده ده فنيا موسيقى موسيقى